اشتركوا في القناة الى ادارة الاعلام بديوان مجلس النواب الى ان الجلسة قد علقت لاتاحة الفرصة للدراسة والتشاور على ان تعقد الجلسة يوم الغد وكان مجلس النواب قد عقد الاثنين جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء بحضور 95 عضوا وفي غضون ذلك تظاهر عدد من المواطنين امام مقر مجلس النواب بطبرق مؤكدين رفضهم للاستفتاء على مسودة الدستور التي وصفوها بالمفخخة مطالبين بالتعجيب باصدار قانون الانتخاب حسب الجدول الزمني المحدد في اجتماع باريس كما طالبوا الامم المتحدة باحترام ارادة الشعب الليبي وعدم فرض وصاية عليه كذلك مساندة الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية اعلنوا ممثلون عن مدينة نالوت رسميا نرفضهم للاستفتاء على مسودة الدستور وصفين المسودة بالمعيبة البيان اصدرته المؤسسات المدنية والمجلس العسكري والمجلس البلدي والمجلس الشورى والاعين بالمدينة حيث تؤكدوا في بيانهم انهم سيمنعون الاستفتاء عليه ضمن حدودهم الادارية توجه المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد احمد المصماري لمقر الشؤون المعنوية في الجيش المصري لتنصيق بين الجيشين المصري والليبي في المجال الاعلامي وضف المصماري عبر صفحته الرسمية ان تلك الزيارة جاءت بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة المشير اركان حرم خليفة بالقاسم حفتر اكد الرئيس المصري عبدالفتاح سيسي ان مصر لا تقبل بوجود ميليشيات او جماعات مسلحة في اي دولة مجاورة لما في ذلك تأثير على استقرار الدولة كما شار سيسي خلال جلسة تسال الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ان بلاده تدعم القوات المسلحة ووحدة ليبيا ومع ان يتم اجراء انتخابات في ليبيا في اسرع وقت ممكن مشددا على ان الجيش الوطني الليبي هو المسؤول عن حماية ليبيا وتأمينها وليس الجماعة المسلحة مزيدا من الاخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام وبإمكانكم ايضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة كما يمكنكم ايضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي والوحيد ليبيالحدث دوت نت نهاية الموجز في امان الله اشتركوا في القناة